بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يا أبناء علي والحسين أنقذوا العراق والعباء الصفوي من يستطيع أن تفشي ظاهرة للصحابة الظاهرة الطائفية في السنوات الأخيرة الشيخ الجليل الساعدي كتب ما يلي بمناسبة اعتقال هذا الشاب النجفي الذي يقال أنه سبب الإمام الكاظم يقول كيف تألمتم حينما سمعتم هذا الشاب وهو يسب الإمام الكاظم عليه السلام نفس هذه المشاعر وأكثر يشعر بها المسلم السني المتدين عندما يستمع إلى سب الخليفة عمر أو السيدة عائشة أو غيرهما من الشخصيات يقول الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب في وصيته لولده الحسن يا ابني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لها أو واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك في الحقيقة سمعت هذا الشاب اللي ما عرف كان في أي حالة يعني نفسية أو في أي حالة جسدية وهو سبق أن نشر فيديوهات يتطبر ويزور الإمام الكاظم ويشارك في المعاتم الحسينية يعني مو شخص ملحد أو شخص مثلا كافر أو شخص نعصب كما يقولون ولكنه شيعي من النجف وفي حالة معينة كان فاتح أغاني يوم وفات الإمام الكاظم بـ 25 رجب وعنده كوفي شوب واجه واحد قال ليش فاتح أغاني به المناسبة هذه قال ليش اللي المناسبة قال لي مناسبته فاتح الكاظم قال لي هذا الكاظم مالك مو مالي وشوية يمكن تجاوز أو هدد بالتجاوز وحالة قد يكون مكبسل أو شارب والله أعلم شيء يعني مو حالة طبيعية ولكنه أثار موجة من الغضب وطلعت مظاهرات من طلبة الأعلوم الدينية في الحوزة وبهض المشايخ طالبوا بإعدامه بأنه هذا مرتد وهذا كذا وعلى صفحات الفيسبوك يعني صورة صاروا يزايدون البعض وواحد يزايد على الثانية لازم نعدمل هذا ليتجاوز على مقدسات المسلمين وواحد راح طلع قانون من العقوبات العراقية قانون العقوبات اللي 1969 أنه في فقرة في هذا القانون أي واحد يتجاوز على مقدسات الآخرين أو كذا فهو يسجن مثلا كذا سنة يعني أنا ما أردحكم على الشاب شنو وضعها شنو طبيعتها شنو ظرفها واللي سووا بحقه يستاهل لهم يستاهل هذا بحث آخر ولكن أريد مثل ما تفضل الشيخ أسامي الساعدي أنه أنتوا استفزيتوا لواحد تكلم شوية كلام في إهانة إلى أحد الأئمة وبعد شوية تنجنون أنا وعي شلون زين أنتوا مثلا بالنجف من يطلع عزى موكب عزاء ويهتف لعن الله عمر لعن الله عمر لعن الله عمر والفيديو موجود يمكن أي واحد يشوفه ومو واحد قاعد في الغرفة أو واحد قاعد في دكان لا مئات الأشخاص إذا ما كانوا ألاف الأشخاص وده يدفون يدقون يلطمون وأعتقد العزى هذا بمناسبة وفات فاتم الزهراء اللي تهمون بها أمر أنه أمر قتل الزهراء وبالتالي هم ذو لدي يفرغون حقدهم وغضبهم على عمر لعن الله عمر لعن الله عمر زين يعني شوفوا الواحد عندما تصير هاي ظاهرة وبعدين في يوم فرحة الزهراء أيضا هم في أزكة النجف هم فيديوهات موجودة يصوروها وحطوها باليوتيوب المصيبة ويعني صايرة في الظاهرة من بعد سقوط النظام سقوط نظام صدام حسين اليوم أنا أتذكر أنا عشت أنا ابن الحركة الإسلامية وابن الحوزة أيضا يعني في الستينات في السبعينات هالأمور جاوزناها وجاوزنا الطائفية ما كان أدنى فكر طائفي ولا فكر بالعكس كان فيه ترضي على شوفوا سيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه ترضى على الو بكر ترضى على عمر على الصحابة ما هالأقدر كانت في طريقها إلى الزوال فما الذي أحياها مرة ثانية وأجج الطائفية بعد سقوط صدام يعني المفروض أنه يعني بعد سقوط صدام وتبني الشيعة للنظام الديمقراطي والسنة كذلك حصل تطور عند الشيعة والسنة عموما عند المسلمين عموما في التخلي عن الفكر الاستبدادي الطائفي الشيعي والسني والإمام بفكر جديد هو الفكر الديمقراطي والديمقراطية بوتقة يعني تجمع السنة والشيعة وما نقدر نقول واحد اللي يمارس الديمقراطية هذا الشيعي أو هذا سني لأنه فعلا حصل تطور جوهري في الفكر السياسي أنه نؤمن بالمساواة نؤمن بالحرية نؤمن بالعدالة للجميع نرفض الحكم العسكري ونتبادل السلطة بشكل سلمي على أساس الشورى أو الانتخابات أو ما شابه فإذن هذا التطور تاريخي حضاري عقلي حصل في عقل المسلمين من السنة والشيعة بما يفترض أنه يتجاوز الفكر الطائفي القديم الفكر الطائفي الشيعي والسني ولكن شفنا بالعكس أن تقسم من الشيعة وقسم من السنة لا يزالون مرتبطين بالفكر السياسي القديم وخاصة وخاصة الفكر السياسي السني هو خاطئ ولكنه حي موجود يعني قسم من السنة كان يؤمنون بالحكم العسكري الحكم العسكري دائما موجود أو يؤمنون بالحكم الملكي والحكم الملكي أيضا موجود ولكن الشيعة كان يؤمنون طبعا الشيعة أيضا أقسام الشيعة الزيدية يؤمنون بسلالة معينة تحكم والشيعة الإسماعيلية يؤمنون بامتداد الإمامة وعدهم إمام مختفي إمام مختفي بس مو عمره 1200 سنة لا حديث يعني إنسان عادي ولكنه في الستر في الستر وعدهم شيخ مرجع يعني هذا ظاهر وهذا فقط اللي يعرف الإمام وهو باب الإمام الباب إلى الإمام الشيعة الزيدية من 1200 سنة وصلوا إلى طريق المسدود بوفاة الإمام العسكري وافترضوا ووقعوا في الحيرة لأنه معدوم إمام وقعوا في الحيرة ثم اخترعوا ولدا للإمام العسكري وقالوا هو موجود وسوف يظهر وكذا واستمرت الحكاية 1200 سنة يعني وصارت الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري يعني هذه الفرقة ولدت ميتة وهذا الفكر الإمامي مات وانقرض وباد وانتهى وتبين أنه ما كان فكر قائم على أسس قوية وأسس صحيحة إنما على تأويلات تعسفية لآيات قرآنية معينة وأحاديث أيضا تأويلات لأحاديث وتأليف وتزوير أحاديث أخرى وإضافة أشياء وإنقاصها وسووا هاي النظرية النظرية الإمامية أولا ثم نظرية الاثنى عشرية نظرية الاثنى عشرية موتت الشيعة 1200 سنة الشيعة ميتين يقولون لازم ننتظر فهذا الإمام اللي افترضناه حتى يظهر وما ظهر فحدث الثورة يعني عقلية نسبية بتبني النظام الديمقراطي سواء عندما حزب الدعوة تأسس وآمن بنظرية الشورى أو الجمهورية الإسلامية عندما أسست على أساس الدستور والحكم الجمهوري والحكم الديمقراطي يعني والانتخابات والشورى وأخيرا النظام العراقي الأخير الحالي يعني هذا النظام قام على أساس الشورى أيضا وإقامة هذا النظام أو تبني الشيعة للفكر الديمقراطي يعني هذا نسف لنظرية الإمامة وتخلي تام عن نظرية الإمامة وهذا الكلام أو هذا الحكم مو أنا أقوله إنما الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري وهو من مشايخ الطائفة في كتابه إكمال الدين وفي كتب أخرى يقول أن من ديننا التزام التقية في عصر الغيبة وانتظار الإمامة الغائب ومن يخرج عن دين التقية ومن يخرج عن التقية يخرج عن دين الإمامية هذا نص عبارته عبارة الشيخ الصدوق يعني اللي يؤمن به النظام الديمقراطي بعد هذا مو جيعي بعد هذا مو إمامي بالأحرى مو إمامي ولا إثنى عشري وأيضا لو تراجعون كتاب الألفين لعلامة الحلي يجيب ألفين دليل على أساس يعني ومجاب ألف دليل يسمي كتابه ألفين ألفين دليل على نظرية الإمامة وحرمت الشورى والديمقراطية وإقامة أي دولة أو أي حكم في عصر الغيبة ولا يجوز يقول فقط لازم ننتظر الإمام الثاني عشر فأذآن لما نجون الشيعة سواء في العراق أو إيران أو لبنان أو فاكستان أو أفغانستان أو أي بلد آخر وإما هم يأسسون حكومات ديمقراطية أو يشاركوا في حكومات ديمقراطية ماذا يعني؟ يعني ذول الشيعة لم يعودوا شيعة إمامية إثنى عشرية فهم لا يشترطون في الإمام يعني الحاكم الرئيس أن يكون معصوما ولا معين من قبل الله ولا من السلالة العلوية الحسينية هذه الشروطة الثلاثة اللي كان اشترتها الإمامية قبل ألف وثلاثمائة أربعمائة سنة طيب هذا التطور مهم جدا وكبير ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ هذا التطور في الحقيقة إيجابي تطور عملي تطور سياسي عملي إيجابي جدا ولكن ما رافق ثورة ثقافية أو إعادة نظر جدية في الثقافة الميتة الثقافة الشيعية الميتة الثقافة الإمامية يعني ظلت مستمرة سواء في إيران بشكل مخفف أو في العراق بعد سقوط صدام وإقامة النظام الديمقراطي بشكل مكثف عادة الفكر الصفوي أحد الأخوان يسألني ما هو الفكر الصفوي الفكر الصفوي حكم عسكري حكم ملكي عسكري يعني قام على القوة ولكنه تظاهر بالتشيئ ثم هذا النظام النظام الصفوي تخدم يعني العنث في سبب الصحابة وبنى وجوده في مقابل الدولة العثمانية حتى يتميز هم كانوا أتراك أبناء عام العثمانين الصفويين ولكنهم حتى يتميزوا عن العثمانين جعلوا سب الصحابة أن الخليفة أو هذا الملك الصفوي يمشي بالشارع وأي مسؤول يمشي بالشارع وأمام يسبون ويلعنون سنة اللعن على الصحابة والشيخين فلذلك نسمي أهم معلم من معالم النظام الصفوي وهذا سبب الصحابة وهذا استدعى ردود فعل عنيفة من الدولة العثمانية ومن عموم أهل السنة في تكفير الشيعة وفي تقليب الجيوش العثمانية لمحاربة الدولة الصفوية يعني كان غباء في نفس الوقت مو كان انحراف وظلم وطغيان وإنما كان غباء لأنه ألب عليهم حتى جاء الأفغان قاموا بثورة في أفغانستان وقضوا على الصفويين وقضوا واحتلوا عاصمتهم أصفهان واحتلوا كل إيران ثم جاء الملك نادر شاه بعدهم بعد فترة واشترط على أركان الدولة الإيرانية أنه يتخلى عن هذا الملمح الصفوي أو عن هذا عن هذه العادة الصفوية قلهم أنا أصير ملك وتبايعوني بس بشرط أنه بعد ما كسبوا لعن وتعرفون هو هذا ملك نادر شاه أجي إلى النجف وعقد مؤتمر وجمع علماء السنة والشيعة في مملكتها إمبراطوريتي أصبح إمبراطور نحتل الهند هو هند وأفغانستان تركامنستان وكذا وقال لا يجوز أن يكون في مملكتي طواعف واحد يكفر الثاني فلماذا تكفرون الشيعة يا سنة قالوا لأنهم يكفرون الصحابة أو يلعنون الصحابة فجمع سوى مؤتمر في النجف سنة 1744 أعتقد بهذه الحدود هذه سماء ذكر بالضبط وقال العلماء الشيعة أنت شو تقولون قالوا خلص بطلنا بعد ما ننسب الصحابة وأنت يا المعسنة شو تقولون بالشيعة قالوا خلص الرسل إلى الدولة العثمانية حتى يعني يبشروا بهذا الحل الإيجابي والحل التاريخي أنه بطن سعجل الغباء وهال حمق اللي مستمرين فيه حتى نلعن الصحابة المشكلة وين الآن نحن عدنا علماء السيد علي الخام من يا حفظه والله أنت فتاوى عديدة وكل سنتين ثلاثة مطلع فتوى أن سب الصحابة حرام ميجوز لا سبون الصحابة أو النساء النبي كذلك السيد علي السستاني أيضا عنده فتاوى بإدانة سب الصحابة لأنه مرة بعض المراهقين الحمقة اللي راحوا في العظمية وصاروا يسبون بالعظمية فأثاروا فتنة فهو قال أنه هذا مو صحيح وميجوز ولا سبون بعد زيان ليش إذن استمرت الظاهرة ليش استمرت الظاهرة موجودة ومتنامية ومتنامية يعني مع الأسف الشديد أن قاعد تطلع يعني هسا هذا السباق اللعان اللي قاعد في لندن هذا يسب ويجتم قاعد في لندن عنده محطة فضائية ويسب ويجتم وهو يقال مدعوم من الشرازي أو كذا الله أعلم وعنده جماعة وآخرين لكن قاعد بأمريكا يسب ويجتم ويلعن ومتنامية وقال بسهولة واحد تهم أنت عمين مخابرات أمريكية ولكن أن تطلع أزياد ومواكب في النجف وفي الصحن وفي كذا ويسب ويلعن فهذه ظاهرة لا يمكن مرور الكرام بالحقيقة يجب أن نتوقف أعدها ونسأل منه وراء هذه الظاهرة هل هو سيد علي السستاني هل الشيخ العقوبي هل الشيرازي هل إيران من ولي وراها نرى الإعلام واحد يقول إيران لا إيران ما تقول إيران مو سياسته بالعكس تحاول توحد المسلمين وتندد بهذه الظاهرة ونرى الإعلام المرتبط بإيران ما يتسب ويشتم طيب السستاني السستاني عنده فتاوى أيضا بحرمة هذا الشيء أو برفض هذا السبو الشتم إذن كيف الشيخ العقوبي أيضا ما عنده فتوى صريحة به الموضوع الحقيقة أنه إحنا عندنا فتفكر اسمه فكر إمامي هذا الفكر الإمامي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أمير المؤمنين بالخلافة زين شنو الدليل في آيات قرآنية صريحة يقول لا ما في آيات قرآنية صريحة أحاديث صريحة حديث الغدير هل هو صريح بالإمامة الشيح الأوائل سيد المرتضى يقول لا هذا نص خفي وليس نص جلي وشيح الأوائل يعني عموم الشيح الأوائل في القرون الأولى ما كان يقولون أكو نص جلي وصريح على إمام علي شوفوا الزايدية مثلا اللي هما جيل من الأجيال الأولى كانوا يقولون ما عدنا نص صريح على الإمامة طيب بعدين صارت الفرقة الاثنى عشرية وإذا جينا عليهم واحد واحد نشوف ما يكون نصوص عليهم ولا حتى وصية بالإمامة ولا حتى معاجز أدن ولا شي مبنية على مجموعة أساطير أخرى أنه الحجر الأسود يتكلم مع زين العابدين وسلم عليها وقال لي أنت الإمام في مقابل محمد محنفية هذا أسطورة هذه أسطورة مضحكة حقيقة وبنوا الإمامية نظريتهم اللي هما طلعوا في القرن الثاني الهجري فبنوا نظريتهم على هذه الأسطورة وثم النظرية ما مشت واجهت عقبات واجهت يعني مشاكل الإمام الصادق وصل إلى إسماعيل وإسماعيل مات في حياته وبعدين راحوا الشيعة كلهم إلى عبدالله الأفطح بعد وفاة الصادق وعبدالله أفطح تففى بعد 70 يوم وظلوا حيرانين ما يدرون ما يفعلون بعدين راحوا لموسى الكاظم موسى الكاظم لم تبنى الإمامة رفض القيادة الشيعة ووقفوا على إمامته مع ذلك اللي قالوا بإمامتي ووقفوا عليه بعده وفاة قال خلص الإمامة هذا الكاظم هو آخر للإمامة سموهم الواقفية وهم معظم تلامذة وأصحاب الإمام الصادق والكاظم وقسم منهم فريق منهم راح إلى البنى المسرد بعد ما صار ولي عهد قبل ما يصير ولي عهد ما حد ما كان يعرفه حتى أخوته ما كان يؤمنون به أخوت علينا الرضا ما كان يؤمنون بالرضا صاروا زيدية وراحوا مع ثورة ابن طباطبا وصاروا ولاة باليمن ومحمد ابن جعفر الصادق الديباج اسمه لقبه سوى ثورة بالحجاز بمكة ومدينة وصار أمير المؤمنين ما كان يؤمن به علي بن مسرد فريق من الشيعة بعد ما صار ولي عهد وراح يصير خليفة بعدين ايجوا في الجماعة من الواقفية قالوا يا با احنا كنا مش تبهين وهسا آمننا ب علي الرضا شلون آمنت ب أتكوم ناس قالوا لا شفنا معاجز شفنا معاجز شفنا أحلام قالتنا تعالوا آمنوا بالرضا آمننا بالرضا الرضا توفى عنده ابن أمر سبع سنوات محمد الجوال هم صارت أزمة هم صارت أزمة عند الشيعة هو أيضا سعمر 25 سنة ومات وعنده ولد أمر 8 سنوات هم صارت أزمة عند الشيعة شلون الإمام بعده لا يصلي لا يصوم لا كذا يصير إمام مثلا المهم واجهت عقباته ووصلنا للحسن العسكري وتوفى ما عنده ولد فصارت الأزمة الكبرى وقع الشيعة بالحيرة الكبرى أصر الحيرة سموه أصر الحيرة حتى كتب علي بن بابويه الصدوق كتاب اسمه الإمامة والتبصرة من الحيرة وانتهت عملية انتهت نظرية الإمامة ولكن شنو بقت بقت مخلفاتها ومستلزماتها أنه طيب إذا احنا آمننا هسب هاي الاثنى عشرية وذولها هي لازم تنتهي وتبين أنه هاي نظرية أسطورية وما أهل أي دليل وما بها أي حجة قوية وعمليا انتهت ما يدل على أنه نظرية مو إلهية ولا يعرف أهل البيت وأهل البيت ما كان يتبنون نظرية الإمامة هذا لطيف هم ونفسهم يتبنون نظرية الشورى ما يتبنون نظرية الإمامة ولكن الآن وصلنا احنا الفكرة الطائفة اللي عندنا اللي كان يؤمن بانتظار الإمام المهدي وما يصير إحنا نسوي أي ثورة وأي دولة وأي حكومة إلا يطلع صاحب الزمان طيب حدي نشوف لا سوينا دول الآن زيان ما لازم هذا يستدعي أنه نعيد النظر بهاي ثقافتنا الممتدة 1200 سنة نعيد النظر وننتقدها ونقول هاي النظرية شونا نحن كلنا نتمسكين بيها هذا شي ما صار المرجعية سيد علي السستاني مكتبه قاموا نشرون آلاف الكتب مئات الكتب ربما إذا نأخذ نسخ ملايين الكتب لتعميق الفكر الطائفي الفكر المنقرض الفكر الميت الفكر البائد تمسكوا فيه لسا أقول ليش لماذا دعني نجي على اللازمة من اللوازم الفكر الإمامي أول لازمة أنه إذا قلنا النبي نصه على علي بن نبي طالب الخلافة والخلافة نظام سياسي ديني يعني مثل النبوة امتداد للنبوة طيب هنا بدأ للحراف وبدأت المشاكل أنه زين ليش الصحابة ما عرفوا هذا الشيء ليش راح أو تخبأ أو بكر ليش بايع أو بكر وبايع أو عمر بعدين وعثمان ذول الصحابة منافقين الصحابة ارتدوا بعد رسول الله هذه من اللوازم نظرية الإمامة طيب ليش الإمام علي بايع أو بكر وأمر أو عثمان وهذا ينصف نظرية النص ويؤيد نظرية الشورى قالم ها جابوا لهم فتفكرة جديدة أنه الإمام علي أجبر على البيعة واقتحموا بيت الزهراء وأصروا عصروها بين الباب وكان الباب بسمار وهي كانت حامل وسقطت جنينها واستشهدت وصارت قضية نسينا قضية الإمامة ونسينا قضية الإكراه وجينا فاتمة الزهراء شهيدة واستشهدت وقتلها أمر واليوم شوفون انتو ذول مراجع المعاصرين وعلى رأسي من الشيخ العقوبي رافع راية فاتمة الزهراء حتى يتاجر بيها أنه هذا فاتمة الزهراء شهيدة ومساوينها تشييع جنازة بالنجف وهل شهور الراحة شهر جماعة الأولى الجماعة الثانية وما تمشي بالنجف حطين باب وكأنه هاي علامة على اقتحام دار الزهراء وكسر ضلعها ومساوين مواكب وتعبئة تعبئة طائفية أسطورية واسعة وكبيرة حقيقة يقود وهمنه هذول المراجع الموجودين بالنجف حاليا السيد السستاني والسيد الشيخ العقبي وبقية هذول المشايخ وأكل عاش مستفيدين الآن لماذا لماذا هؤلاء يتشبثون ببقايا ومخلفات الفكر الإمامي البائد والمنقرض والميت لأنهم لأنهم في الحقيقة يرفضون النظام الديمقراطي هم بالظاهر قالوا نحن مع النظام الديمقراطي ونشارك فيه ونؤيد وهم دخلوا واستفادوا أيضا محافظين ووزراء وكذا في هذا النظام بس يقولون نحن تكتيكيا نؤمن بهذا النظام مو استراتيجيا مو مبدئيا مو فكريا لماذا لأننا نؤمن بنظرية الإمامة وسوف يخرج الإمام المهدي يقيم الدولة الإسلامية طيب إذن أنتوا ما هو وجودكم اليوم هم أدهم زعامة على الناس زعامة روحية وسياسية وأيضا مالية يستفيدون ماليا من هذه الشغلة هم جعلين أنفسهم نواب الإمام المهدي وهم الحكام الشرعيون هم حكام الشرعيون مو هذا الحاكم المنتخب دستوريا وديمقراطيا وعبر البرلمان لا هذا لا هذا ما نؤمن بهم إحنا يعني هم ساعة يقولون نحن نؤمن بالنظام الديمقراطي والنظام المدني وساعة أخرى أو في الحقيقة هم لا تجي إلى بطنهم يقول لك لا نحن ما نؤمن بهذا النظام ونحن نؤمن أن المرجعية هي القيادة الإسلامية هذه المرجعية ما كانت موجودة سابقا هذه صارت صارة 100-200 سنة يعني يتمسكون مثل ما شفتوا الشيخ ابنة الكربلائي وغيرها ذاك أحمد الصافي قائمين قاعدين يردون يروجون لشرعية قيادة المرجعية وحصر الشرعية في المرجعية يعني معناته ضربين النظام الدستوري والديمقراطي عرض الحائط يعني ما عد من إيمان حقيقي بالديمقراطية هو الفكر الإيماني وصل إلى طريق المسدود وانقرض وانتهى وباد ومات ولازم يدفن لازم يدفن حتى نرتاح منه ومن الطائفية بس هم لأنه هناك جماعة مستفيدين من هذا الفكر ومسوي لهم إمبراطوريات مو فقط في الأراق في كل العالم كل واحد مرجع صار الإيمبراطور في كل العالم عنده أتباع وأصحاب وجبوا لفلوس والله يعلم منين تجي الفلوس المهم تجي إن شاء الله من دول المؤمنين المصدقين فيهم ويرفضون التنازل عن إيمبراطورياتهم وعن ملكياتهم لأنهم مستفيدين ماليا وسياسيا وروحيا وزعاما ويبوسون إيديهم ورجليهم فهذا التحول الديمقراطي كان يفترض التحول الديمقراطي الجذري الحقيقي الكبير الحاصل عند السنة والشيعة كان يقتضي أنه إحنا شوية نوقف نفكر وين نظرية الإمامة ليش ما قدرنا نطبقها ليش هاي النظرية مستحيلة ويستحيل تطبيقها إذن فخلي نعيد النظر في أجسها أنه كلها كانت أوهام في أوهام وكانت أساطير في أساطير وخرافات في خرافات وتأويلات تعسفية وأحاديث مكذوبة ولكن الجماعة متمسكين بها ومساعدين الطائفية يعني كان المفروض أنه خلص يعترفون يقول يابا إحنا كلنا مشتبهين هذا فكرنا القديم فكر كان منحرف ومنقرض وخاطئ والديمقراطية هي الفكر الصحيح من أول يوم من بعد وفاة النبي الديمقراطية هي الصحيحة أنه الشورى الحكم متروك للناس حكم مدني ماكو شيء اسمه حكم إسلامي يعني حكم الله يوصي به إنما أي حاكم جيد ننتخبه يصير حاكم إمام علي وقت ننتخبه صار أمير المؤمنين قبل ما كان يقول أنا أمير المؤمنين وكذلك الإمام الحسن وكذلك الإمام الحسين الإمام الحسن لو كانت الإمامة من الله ما كان يجوز له أن يتنازل عنها المعاوية ولكن لأن الإمامة مسألة دنيوية مسألة سياسية بسيطة لا يكون مسألة إلهية الله يصير إمام إذا الله يكون مقل官 لذلك إمام يجب أن يقاتل حتى الرمق الأخير مثل ما قاتل إمام الحسين لماذا لا يقاتل مثل إمام الحسين لأن الإمامة ليست من الله إمامة مسألة سياسية عادية يتنازل الإمام ويجب أن يكون حسن المعاوية وبقية الل Sindz الانهم يقول حكام زمانهم شاهدوا هذا لازم نقضي على الطائفية ليس نعمق الطائفية وننشرها ونوسعها ونكثرها أيضا والمشكلة الآن غير هذه المسألة الطائفية أنه هذا في حمق وفي غباء الآن الشيعة في العراق أقاموا هذا النظام الديمقراطي ومع أخوانهم السنة من الأكراد والعرب والتركمان وكل القوميات والأديان ولكن وقع اللوم عليهم أنتوا سقطتوا نظام صدام حسين وأنتوا شنو قاعد تلعنون الصحابة فصار بهالقنوات الفضائية المنحرفة والمشبوهة اللي يسيب وتلعن وبعض الممارسات في داخل كربلا والنجف أو بطريق الزيارة أو كذا يشوفون واحد واقف يسيب ويلعن اشرب ماي والعن فلان وواحد يصوره بالفيديو ويحطه باليوتيوب شنو صار صار كأنه فضائية يعني هذا وبالتالي هذا يولد رد فعل يولد رأي عام مضاد لكم وبعدين صاروا مكروهين ويجوون ناس يتعبؤون ضدكم وتجي داعش تجيبها الأفلام وتجيبها القصص وتشحن بها النفوس وروح يفجروا ذول الناس الكفار ذول الناس المشركين الذين يسبون الصحابة يسبون الصحابة لأنهم مؤمنون بالإسلام هكذا يفسرون هكذا يأولون وأنتوا تطلعون مجرمين خونا كفار مرتدين وملعونين هذا اللعن اللي قاعد تتعلون بالصحابة يرتد عليكم يرتد عليكم وعلى مراجعكم وعلى شبابكم ويتحول كله منفجرات أحد الأخوان قال لي ليش تتكلم في هذا الموضوع يا أخي عزيز إذا أنت كنت حريص على الشيعة وتحب الشيعة لازم تكافح الظواهر مو تقول لي ليش أنا أحكي عن الموضوع لأن هذا موجود كله منتشر مو في الشيء أنا إذا أطلعه فيديوهات موجودة وبس واحد يدخل على الإنترنت وشوفوا الكلام المصفط وهذا كله تقلب لازم شنو هنا موقف من المرجعية تأييد النظر بهذه الثقافة الميتة الثقافة الباطلة الثقافة الخائبة وتؤمن بالنظام الديمقراطي من أول يوم النظام العقلي أن الرسول صلى الله عليه لم يتحدث القرآن الكريم أولا والنبي ثانيا لم يتحدث عن نظام الحكم لم يتحدث الإسلام عن الدستور وعن من يحكم وكيف يحكم بس بالعدل وصية بس بالعدل وبالشورى ما يكون الحكم لهذه العائلة ولا لتلك العائلة وهذه تمثل الإسلام وهذه تمثل امتداد الإسلام وبعدين يجيوك الغلات اللي كانوا بذيك القرون الأولى أن الأئمة هم مثل الأنبياء والأئمة أفضل من الأنبياء والأئمة سكرتارية موات الله سبحانه وتعالى يخلقون ويحيون ويميتون وكذا مع الأسف الشديد هذا الفكر أيضا موجود اليوم في الحوزة عنده غلات الحوزة مو أتكلهم طبعا الدغلات اللي ما يبحثون الحوزة حوزتان في حوزة ألمية في شباب يعني يدرسون ويبحثون ويفكرون وفي حوزة أمية لا تبحث ولا تفكر ولا تجتهد ولا تناقش ولا تدرس ولا هم يحزنون تقليد في تقليد تقليد في العقائد وتقليد في تقليد للغلات المفوضة وتقليد في الأصول وتقليد في الرجال وتقليد في الفقه حتى ويقول لك أنا مرجع بعدين تسأل لمسألتين ثلاثة ما يعرف في عقيدتي كيف تؤمن أنت أصلا إمام الثاني عشر موجود أنا سألت بعض من الدعي المرجعية سألتهم بحوار مباشر معهم كيف تؤمن بهذا الإمام يقول لك بالغيب ما عندي دليل يعني شلون بالغيب تؤمن بشي غيبي بشي ما على وجود أو يقول لك أنه مجرد بعض الروايات الضعيفة أصلا ما دارس الموضوع من تبحثون مع بعض من الدعي المرجعية ما بحثين موضوع الإمام مهدي ما بحثين موضوع الإمامة ولا دارسي ولا قارنبي سألت السيد الشيرازي رحمة الله عليه قبل أن أخرج من إيران سنة تسعين سألت أنت هل بحثت ودرست موضوع الإمام المهدي قال لا لم أبحثه وقاري له يمكن يتألف كتاب لأنه قارئ قارئ ويقرأ كثير صدقوني أنا سألت والله شايد على كلامي سألت هل بحثت موضوع الإمام المهدي قال لا لم أبحثه فأنا جرأت أكثر وكانت عندي ميانوية الله يرحمه قلت له هل طالعت كتابا في الموضوع قال نعم أنا مطالع قلت له طيب أنا عندي بحث الآن بعدني ما كاتبه ولكن بحثه سوف أكتبه وأجيبه إليك وأعطيه رأيك بي وبعثت إليه بعث سنتين بعثت الكتاب ولكنه لم يرد إلا بكتاب صغير بضحك جدا يدل على أنه لم يدرس الموضوع أو يريد أن يتهرب أو أنه يعرف ولا يريد أن يعترف وهو كثير من أدعياء المرجعية وأكاد أقسم بالله أنهم لا أمنهم بالمهدي ولكنه هذا بير نفط كما عبر أحد الأخوان المهدي بير نفط ليستفيدون من عنده شلون يقلون ما موجود سنقطع أو ذاك الشيخ الذي دعيته في البيت قال هذه سفرة ممدودة سفرة صاحب الزمان وقاعدنا نأكل عليها تريد تلم هذه سفرة أنت فكثير من المراجع إما جهلة أميون وإما يعرفون وما يقولون الحق وما يقولون بالحقيقة لسه هذه ليس مشكلة مشكلتنا إفرازاتها الطائفية العنف والتكفير واللعن يعني هذا نفس الشيء البعض يقول نحن نلعن من ظلم أهل البيت ترحون للوهابية يقولون ليش تكفرون المسلمين يقول لا لا نحن نكفر المسلمين نكفر الكفار نكفر المشركين وطبعا هم سيعتبرون كل المسلمين مشركين أو يعني يتهموهم بكذا وكذا وكذا يقول ذول المشركين فإحنا نكفر ذول المشركين كذلك هاي شبه اللي واقعة أقول ذول الناس الطائفيين الصفويين أنه ذول الصحابة اغتصبوا حق الإمام علي ذول الصحابة اعتدوا على فاطمة الزهراء وهي كلها أكاذيب لا اغتصبوا حق الإمام لأساسا هذا الإمام ليست حق لأحد الله لم يعين أحدا بعد النبي ولا اعتدوا على فاطمة الزهراء ولا حركوا باب الدار ولا عصروها ولا سقطوا جنينها هاي أساطير أساطير يعيشون عليها هذول الأدعياء المرجعية وذول الروزخونية اللي يبكون الناس ويأخذون فلوس من عدهم فخلي بهاي المناسبة بناسبة هذا الشاب النجفي اللي شفتوا شلون أثاركم واستفزكم وطلعتوا مظاهرات واستنكرتوا قمتوا طالبون بأعدامه وطالبون بقتله وإباحة دمه ليش لأنه قال الإمام الكاظم مو إمامي هذا واحد شاب واحد ومنعتكم بكم من النجف زين إشلون أنتو تسمحون لنفسكم تطلعون مثل مظاهرات أزيات ومواكب وعلنان وسبون وتلعنون وماخذين راحتكم زين أنت يا مراجع ممسؤولين اتذا مسؤولين عن الأمة مسؤولين عن الشيعة مو هذا يضر الشيعة مو هذا حمق وهذا غباء وهذا غير بالأطفال للحراف وال الفس هذا شيء أنتو الآن شوفوا إذا واحد سب المرجع ما لكم ما تقبلون مو الإمام الكاظم خلي واحد يطلع بالفيديو يوقف بالشارع يقول أسب المرجع الفلاني شوفوا شون تقوم القيامة كما قامت القيامة هدو يوم الجزيرة متلش حشت على السيد السستاني طلعت مظاهرات شلون تحشون على السستاني وليس سبوه ولا شتموه زين أنتو تسمحون نفسكم السبوه رموز المسلمين لا رموز المسلمين رموز السنة أخوانكم في البلد والوطن وفي كل مكان وقامين قاعدين تلعنون والسبون والشتمون وتقرون زياراتكم زيارات عاش وراو والجامعة وغيرها وغيرها كلها لعن وسبوه وشتم وتسسون ثقافة ثقافة اللعن ثقافة السبو اللعن اللي تنعكس عليكم سلبا لو أعتكم شوية عقل ما قول شوية إيمان وتقوى لو أعتكم شوية عقل ارجعوا إلى دينكم ارجعوا إلى كتابكم إلى قرآنكم ارجعوا إلى إسلامكم الصحيح بطلوا هالخرافات والأساطير الطائفية لهاي دمر البلد أنتوا بالحالة هاي قاعدوا تدمرون العراق تدمرون الديمقراطية تدمرون النظام الديمقراطي تدمرون الشعب يخلق هالفتن ويتخلون الأعداء يجون يسللون بيناتكم ويحكموكم ويسيطر عليكم مرة ثانية ويلقوكم في آخر شيء في سلة المهملات متى يسللتكم شوية وعي وشوية عقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر